الخبر الأول الذي عندنا عن تهجم المتابعين على نورستار أما ليس عن السبب فنورستار نطنتي كوبيرايت سترايك ولكن بظلوبه طالما من أم بيسان فنزلت هذا المقطع وشرحت بالخصة بالكامل والمقطع يحبب تقريباً جابت 30 ألف لايك بكم ساعة بس فألف شكر لكم وحاليا الآخر مقطعاً نزلت نورستار نونزمي على التعليقات ونشوف أن كل التعليق مكتوبة بالإنجليزي ويريدوا جمدوا المشاهدات على المقطع ويطلبون من نورستار أن نتوضح لشيء يطلطي كوبيرايت فاكتبوني يا حبابي بالكومنتاج شركوا من فضيحة بيسان وأمها وطلبهم من نورستار الخبر الثالي عادنا عن مفاجأة اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عادنا هو محمد الجوان فجوان نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب واللي كان مقلب بمريم وهل هي حرامية ولا ورطوا قناة مقطع بلوصوف روح يشوفوني إذا بسعب الأربعة أول يوتيوبر الثالي عادنا فهو أسامة مروفة أسامة نزل على سبب الإنستغرام شوي تستوريات وبهذا الاستوري أعلى من خلاله راح ينزل المقطع ويهي أنس وأصاله وهذا المقطع راح يكون مقطع أكل نزل على سعب التسعار روح يشوفه تكتبوني حبابي بالكومنتاج شركوا بذلك خبر والمقطع منه تحمسته أكثر مال بين أسامة ومحمد الجواني الخبر الثالث اللي عادنا عن نورستار وهل هي مرتبطة أو لا في نورستار نزلت على سبب الإنستغرام شوي تستوريات وليتريد بيها على أسئلة المتابعين فهو سؤال جاهل إلي أنت مرتبطة أو لا أشوفوا الجواب يعني اللي شاف آخر فيديو بيعرف أنه أنا مش مرتبطة بيعرف القصة بس أنتوا لأن تكون ما بتشوفوا ما شفتوا آخر فيديو يوتيوب لا قائز ما أنا مرتبطة I'm single وما السؤال الثاني فيه كان رادها على مقطع أحمد أبو روبلي نزل اليوم اللي كان ديهبت به نورستار شكله أحمد جاب العيد بآخر فيديو نزلوا على قناته شكله بعدني ما شفته بس الله يستر شو أحمد بطلت مكرش علي هيك بعت الحب بعت وخنت هيك بسهولة الخبر الثالث اللي عدنا عن فضيحة مايت جمال وهي تبوس واحد جديد بالشارع فواحد من المتابعين شفه وصورها هذه الصورة وهي قادة تبوس شخص زا 18 بالشارع مثل ما شافي الحالي يا حبايب هذه الصورة اللي شكلا ما لقيت مكان تبوس بي إلا بالشارع هناك فيديو من الموضوع ولكني ما راح نشرح ترامل المتابعين الصغار اللي عندي بصراحة منه من الآباء اللي يتابعون إنه يمنعون أطفالهم يتابعونه شو واحدة فليما يعرف اساسة شو الوصاة اللي تسويها من أشياء قليلة أدب واشياء زا 18 قدام الكاميرا خلف الكاميرا طبعا طارق لباشا نزل المقطع وحط الفيديو بالكامل واثبت حقيقة مايت جمال راحطوكم رابط الوصف راحشوفوه ومستدبون منفسكم وليسوا السلحة بابين تتفون عليها بالكومنتات الخبر الخامس اللي يعدنا على المتابعين وكشفهم الحقيقة بيسان وأنس فبيسان نزلت هذا المقلب على القناة اللي كان مقلب بيها وطبعا أغلب اللي شافوا المقطع عرفوا أنه هذا المقلب تمثيل مو أكثر وأنه مو هو كذب بصراحة كان واضح هذا الموضوع بصراحة يوضحون بيسان وأنس الموضوع بالكومنتات كلمة كذبين من التعليقات أما بالنسبة للدليل لو ندخلها على المقطع نزلوا نزل بيعاء التعليقات وروح لكتب اسم كلمة مقلب كذب كذبين بعد نروح لكمة الهاتف اونا عمدف التعليق وتعليق الأشخاص القوراية بعد ما نفضهم سينا نروح نغير لحساب أما شفاء التعليق لا يحيط لان الناس أو لا بعد ما نغير لحساب نزل بيعاء التعليقات وروح لكلمة الهاتف اونا راحشوفوه تعليق مظهر ونمتعليق ذول الأشخاص الثانيا ظاهر فاكتبونا يا حباب بالكومنتات شركوا بهذا الخبر وبالما كتشفت حقيقتهم من المخلب كذب راح أخفوه هذا الاسم عمد ما تكشف فضيحتهم بس اونا نصر لنهات المخطأ من الوقت عجبكم نزلسوا المخطأ طارق باشا بالوصف وبس جانكم في زيان المخطأ من الوقت للقصص ومع السلامة